السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الجرام بطلة فيلمنا النهاردة هي أم شابة غرقانة في الإدمان في حين إنها بتكافح علشان توفر لبنتها حياة سعيدة وسط مجتمع رافض إنه يسعيدها ووجب التنويه إن الإدمان خطأ بكل أنواعه وهدفنا الرئيسي من الفيلم هو توعية الناس من خطورة الإدمان مش تجربته وبيبدأ فيلمنا مع طفلة ليندا اللي بتقعد تلعب مع الدب بتاعها لوحدهم كالعادة وده بسبب انشغال أمها شامة في شرب الممنوعات اللي دمرتها من سنين طويلة وخليتها غرقانة في بحر ملوش نهاية أوقات كتير بتحلم بحاجات مش موجودة وأوقات كتير كانت بتتخيل نفسها في عالم تاني كل اللي موجود في دماغ شامة من مشاكل واضطرابات نفسية بسبب الإدمان خليتها شخصية عدوانية جداً وما عندهاش أصعب لدرجة إن الإندا هي اللي بتصلح أغلب الحاجات البيضة في البيت وعلى الرغم من سوق الحالة اللي فيها شامة دايماً إلا إن الاتنين كانوا بيحبوا بعض جداً وما يقدرش حد فيهم يستغنى عن التاني وفي يوم بتبقى شامة ولندا قاعدين مستنيين الأوتوبيس لإن شامة عندها مقابلة شغل في بلد جنبهم وبياخدوا بالهم من ست مشردة وقفة في الشارع بتكلم نفسها وهي خايفة جداً وبيوصل الأوتوبيس بعدها علشان يركبوا الاتنين ولما بيحاول عامل الأوتوبيس يتكلم مع شامة بتكون عدائية جداً في الكلام معاه لكنها بتحس إنها أخطأت في حقه فبتعرفوا إنها رايحة مقابلة شغل مهم علشان تحصل على فرصة أفضل للمعيشة لكنها لما بتلاقي الراجل عامل يتدخل في حياتها بتهزقه وبتاخد بنتها وتنزل في المحطة المطلوبة وبتوصل لندا للمدرسة وبتأكد لها إنها هتبقى موجودة وقت خروجها من المدرسة وطبعاً لندا ما بتكونش مصدقة قوي لإن شامة عادي تنسى وما تجيش أساساً وبتفتكر شامة لما كانت في نفس سن ليندا زمان وتعلمت الكذب الأول مرة خصوصاً إنها كانت بتجذب على المدرسين وتقول إنها مريضة علشان ما تحضرش بس بتفوق شامة من ذكرياتها وبتروح لواحد صاحب ورشة تصليح سيارات وبتأكد له إنها هتعلمت تصليح السيارات من جداع المتوفي وتقدر تساعده في الشغل لكن الراجل بيبقى رافض حتى لما بتقوله إن عندها طفلة بتحاول تربيها بشكل كويس وبيأكد لها إن الشغل واقف بقاله فترة ومش هيقدر إنه يشغلها معاه فبتروح شامة لمكان معين واللي فيه بيتلاقي ريشة سودة وزي ما قالها جدها زمان إنها لو شافت ريشة سودة تفهم إنها تحذير اللي كارسة هتحصل لكن شامة ما بتهتمش وبتفضل في المكان اللي كان فيه حفلة صاخبة واشترت كمان ممنوعات علشان تفصل عن الحياة وتهرب من مشاكلها كالعادة لكن الهروب عمره ما كان حلل أي حاجة وبتفضل تتخيل للريشة سود بيقع عليها من كل اتجاه لحد ما بتغرق فيه حرفياً وبتصحى في الليل وهي مصدومة إنها نامت كل الفترة دي وكمان ما جابتش بنتها من المدرسة فبتركب الأوتوبيس بسرعة وهي مديقة من اللي حصل ولما بتوصل البيت بتلاقي أختها ماري موجودة وجهزت الأكل وبتعرفها إن ليندا نامت طبعاً ماري بتبقى عارفة بإدمان شامة وحالتها المزرية خصوصاً إن شامة جاية كل الطريق ده وهي حافية وبتأكد لها ماري إنهم في يوم هياخدوا منها ليندا لو فضلت تتصرف بعدم مسئولية كده هبتغضب شامة العدائية جداً وبتطردها بره البيت وبتدخل تدور على أي مسكنات تخدها وبتقعد تتفرج على ليندا وهي نايمة لحد ما بتنام هي كمان ما كانها ولما بتصحى ليندا تاني يوم وبتلاقي أمها في الحالة الصعبة دي بتجهز الأكل لنفسها وبتاخد فلوس من شنطتها علشان تركب وتروح مدرستها من غرمات صحية وبتفضل شامة قعدة في الباحة وبتجي لها صديقتها الشريرة توستر اللي بتاخدها وبيروحوا يسرقوا حاجات من سوبر ماركت وبيرجعوا للبيت وبيفضلوا يطعطوا الممنوعات ولما بتسألها توستر عن أحلامها بتتفاجئ إن شامة ما عندهاش أي أحلام ولا أي هدف في الحياة وبتركب بعدها شامة الأوتوبيس وبتفضل تقول لنفسها إنها تقدر تخلي بنتها سعيدة وتقدر تسيطر على نفسها لأنها بدأت تحس إنها هتخسر كل حاجة فعلاً لو فضلت على الحال اللي هي في ده وفي يوم عيد ميلاد بنتها بيكون البيت زحمة جداً عند شامة وأختها موجودة هي كمان وطبعاً شامة مش متعودة على الزحمة ولا التعامل مع الكام ده من الناس بقالها فترة طويلة جداً وده بيسبب لها الارتباك وما بتبقاش عارفة تتعامل بصورة طبيعية فبتفكر تتعاطى علشان تفوق شوية لكن بتاخد بالها من لندا إنها قاعدة حزينة في جنب لوحدها فبتروح شامة عليها وبتحاول تتكلم معاها علشان تفكها شوية بس لندا بتكون متضايقة لإن أمها مش معاها وكمان هي الوحيدة اللي ما جابتش هدية لها بس شامة بتقدر تفرحها وبتخليها تقوم تتبسط مع باقي الأطفال لكن الدوشة كانت مريعة بالنسبة للشامة وخلاص ما بقتش قادرة إنها ما تتعاطاش وبتقرر إنها تدخل الحمام وتتعاطع علشان تنسى الدوشة الموجودة دي وبتقلق ماري عليها وبتروح الحمام تخبط عليها لكنها مش بترد فبترن ماري على تليفونها وبتتأكد إنها جوة في الأول كانت مفكرة إنها عايزة تبقى لوحدها شوية لكن بسرعة بتدرك إن شامة ممكن تكون تعاطت يوم عيد ميلاد بنتها ولما بتفضل تكلمها ومش بترد بتطلع المفتاح لإحتياطي اللي معاها وبتفتح علشان تتصدم من المنظر اللي بتشوفه شامة تعاطت جرعة زيادة ومرمية جثة هامدة على الأرض الناس كلها بتتلمى على صراخ ماري حتى ليندا بتشوف أمها وهي في الوضع الصعب ده وعلى طول بياخدوا شامة للمستشفى علشان يلحقوها قبل ما تموت وبتبدأ شامة تفتكر زمان لما كانت هي وأختها بيحبوا بعض جداً لكن أمهم كانت شخصية عدائية للغاية وبتربيهم لوحدها فكانت صعبة معاهم وكمان كانت مدمنة ولما كانوا بيهربوا عن دي جدهم اللي علم شامة تصليح السيارات بتروح الأم وبتاخدهم وبتمشي لكنهم اليوم ده عملوا حدثة على الطريق وقدروا ينجوا منها بعجوبة وبتفتكر أول مرة قبلت فيها سانتي أبو طفلتها ليندا وقتها شامة كانت وقفة بتصلح العربية بتاعتها ولفت انتباه سانتي اللي استغرب إن فيه بنت بتقدر تصلح العربية بالشكل ده وبيقع الاتنين في حب بعض في الحال بس شامة لما تعرفت على سانتي أكتر حبته أكتر قوي بسبب شخصيته المرحة وحبه الكبير ليها ولما بتفوق شامة وهي في المستشفى وبتقرر تراوح أثناء ما هي في الأوتوبيس بيزعجها صوت الراديو مع إحدى السيدات وبتقوم تكسره ولما بتراوح البيت بتلاقي مسؤولين من حماية الطفل جايين علشان ياخدوا ليندا لأن شامة غير مؤهلة إنها تكون أم بسبب إدمنها ورغم محاولات شامة المستميتة علشان ما ياخدوش بنتها منها إلا إنها بتفشل بسبب حالتها المزرية وبياخدوا منها ليندا وتاني يوم بتقعد مع توستر اللي بتفضل تأكد لها إنها أم كويسة وإن الشرطة والمجتمع هم اللي مش عارفين ده لكن شامة بتبقى شايفة العكس وبدأت تتأكد إن عندها مشكلة محتاجة لحل الغريب إن توستر بتقدم لها خطبة عن عدم التغيير وإن كل إنسان بيعمل حاجة ما يقدرش يغيرها لإنها قدره وطبعاً الكلام ده خطأ تماماً وكل هدفها بيه إنها تخلي شامة غرقانة في إدمانها أكتر وأكتر لحد ما تفارق الحياة وبتقول لها إحنا ممكن نغير العالم بس مش النهاردة وبيروحوا البيع الممنوعات وبيطعاطوا وبيمشوا وأثناء رجوعهم بتفضل شامة تصرخ بجملة واحدة بس وهي إنها عايزة طفلة بتاعتها ولما بينزعج أحد الراكبين بتقوم توستر بمنتهى التهور وبتضربوا قدام الكل وبتفتكر شامة لما كانت حامل من سانتي فليندا وكانوا بيختاروا الحاجات اللي هيعملوها في البيت بتاعهم علشان يستقروا وكل حاجة كانت تمام وعلى أرض الواقع بتقرر شامة تروح لإحدى المصحات الحكومية وهي خايفة علشان عايزة حد يساعدها لكن الستة بتقول لها إن المكان مليان ومش هيقدروا يستقبلوا شخص تاني وبتبقى دي المصحة التالتة اللي تروحها شامة ويقولوا لها نفس الكلام ولما بتروح وبتيجي تطعطى بتفتكر لما اكتشفت لأول مرة إن سانتي بيتاجر في الممنوعات وبيخبيها في البيت بتاعهم كمان فبتقرر إنها ترمي الممنوعات دي في الحمام وأخذت القرار بعزل نفسها وعمل مصحة في البيت علشان تتعافى وبتفتكر لما اتنين من المجرمين كانوا هيقتحموا البيت عليهم بسبب صفقة بينهم وبين سانتي ولما بتحاول تتكلم معاه بتتفاجئ بأسلوبه العدائي وإنه بيشتمها وبيطلب منها ما تتكلمش خالص ومن هنا فهمة شامة حياتها اللي جاية هتبقى عاملة إزاي وبتفضل شامة في أرض الواقع تقاوم الممنوعات وبتلهي نفسها في أي حاجة لحد ما بتسمع صوت تستر برى الباب وعملت غريها إنها تطلع وتاخد الممنوعات منها علشان تحس بالتحسن لكن شامة عملت زعق لها وبتطلب منها إنها تمشي بس تستر للأسف بتضغط عليها زي الشيطان بالزبط وبتفضل تطلب منها تطلع علشان معاها حاجة هترياحها تماماً بس لما بتفتح شامة الباب ما بتلاقيش حد في المكان فبتتجه لواحد من التجار علشان تاخد منه جرعة هديها شوية بس ما بيبقاش معاها فلوس فبتقدم له جسادها في المقابل وبتفضل تفتكر اللمحات عن حياتها مع سانتي اللي قالب البيت مكان لمقابلة أشر الناس وبيتعامل معاهم في الصفقات وبتواجه شامة نفسها بحقيقة إنها مدمنة بسبب إن جوزها طلع تاجر ممنوعات وقبل ما تفكر في أي حاجة بتوصل الشرطة للمكان وبيقبضوا على سانتي بتهمة الإتجار وبيترمي في السجن أما في أرض الواقع توستر بتجيب ممنوعات وبتيجي لشامة علشان تتعطاها بس شامة بترفض وبتحاول تكلم قسم مساعدة الأطفال علشان تتطمن على بنتها لكن محدش بيرضى يوصلها بيها خالص ساعتها بتقفل توستر السكة وبتفضل تزن على شامة إنها تأخد الممنوعات لكن هنا شامة بتخرج عن شعورها أخيرا وبتقول لها إنهم محتاجين مساعدة ضروري ما تعرفش مين ممكن يساعدهم لكنهم فعلا محتاجين مساعدة وإلا نهايتهم هتكون مأساوية للغاية شامة خلاص بتفهم سبب اللي هي فيه وبتكافح بكل جهدها علشان تتخلص منه رغم وجود الشيطان تستر صحبتها جنبها وبتقرر شامة إنها تروح مرة تانية للمصحة اللي فضى عندهم مكان وبيفحصوا شامة علشان يعرفوا الأمراض اللي عندها واللي بتأكد لها إن دي المرة السادة ليها إنها تيجي للمكان ده وفي كل مرة بتخرج ترجع للإدمان وتوصل للمصحة من تاني وبعد كام يوم بدون الجرعة المعتادة بتاعتها بيبدأ الملة اللي يأكل في شامة ومحتاجة للممنوعات فبيخرجوها وهنا بيشوفها نك اللي بيطلب منها تروح مصحة تانية يمكن تقبلها لإن ما عندهمش مشاكل بس بيلاقي واحدة من المرضى زهقت من التعامل معاهم وخادت بعضها ومشيت وهنا نك بياخد شامة وبيدخلها جوه وبيعرفوها إن الكل بيجي وبيمشي فلو عايزة تتعالج فعلا تفضل موجودة وفي الليل بتروح لنك وما بتكونش عارفة تعوض الفراغ اللي هي حاسة بيه فبينصحها نك إنها تكتب كل اللي جواها على ورق وتعلقه علشان تفهم المشاكل والصعوبات اللي عدت بيها لحد دلوقتي وبيأكد لها نك إنه تعرض لمشاكل حياتية كتير جدا وشرب وعمل كل حاجة لكنه اختار يبقى على الجانب التاني ودلوقتي بقاله 12 سنة مشربش أي كحل أو ممنوعات وبعد ما بيمشي بتبدأ شامها تكتب كل حاجة من البداية خالص من أول ما كانوا بيرخموا عليها في المدرسة وأختها اللي بدأت تشوفها وحشة بسبب إدمنها حتى حب حياتها اللي طلع بيتاجر في الممنوعات وبداية دخولها للعالم المخيف ده وبتيجي أختها تزورها وبتطلب منها تهدي نفسها في المكان ولو فكرت تخرج قبل ما تتعافى ما تحاولش تتواصل معها نهائي ولا مع بنتها وكل يوم نيل بتقعد تتكلم مع شاما لحد ما بتصدعها من كدرة الحكاوي اللي بتقولها حتى شاما مش عارفة إذا كانت الحكاوي دي حصلت ولا لا ما حصلتش وفي الليل لما بتلاقي نيل نايمة في هدوء بترتاح هي كمان شوية وبتقرر إنها تنام أخيراً وبتكون المصاحة عاملة جلسات اجتماع بشكل يومي علشان المرضى يطلعوا لجواهم ويخففوا عن كاهلهم وكل واحدة فيهم بيبقى عندها مشكلة أكبر من التانية كل بنت فيهم عدت بحاجات كافية لأنها تدمر أي حد لكن الإيمان بإن بكرة أفضل كان هو هدف المصحة دي مش مهم المشاكل اللي عدت عليك في حياتك على قد ما المهم إنك تعرف تتأقلم معها بالشكل الصحيح لحد ما في يوم شاما بتدخل جلسة الاستماع وبتلاقي إن نيل مشيت فبتطلع بسرعة تحاول تتواصل مع بنتها لكن برضو محدش بيفدها في حاجة فبتقرر إنها تطلع تشوفها وترجع مرة تانية وبتروح لأختها المحل بتاعها علشان تساعدها تتواصل مع لين دا لكن أختها بتبقى غضبانة إنها خرجت دلوقتي ولسة ما كملتش العلاج وحتى لما شاما بتقول لها إنها لبسة الجزمة ومهندمة برضو ماري بترفض تساعدها وبتاخد بعضها وبتمشي وفي اليوم التالي بيبقى نيك هياخد البنات ويوديهم في مكان يهدوا أعصابهم شوية وبيفقد الأمل في إن شاما ترجع وفكرها هربت لكن على اللحظة الأخيرة بيلاقيها وصلت وهتكمل معاهم الطريق للآخر وبيروح نكبيهم لمكان تلجي واسع جداً علشان يمتعوا نظرهم بالطبيعة وينسوا المقاسي اللي مروا بيها في حياتهم وبيبدأ يتكلم مع شاما وبيحس فعلاً إنها عايزة تتغير علشان تقدر تكون مع بنتها مرة تانية فبيطلب منها تتسلق مرتفع عالي علشان تثبت له إنها مستعدة تكافح من جديد وفعلاً شاما بتفضل تطلع وتقع لحد ما بتوصل وده أساس النجاح الفشل كذا مرة لحد ما توصل للي إنت عايزه مهما كان هو إيه وعلشان كده بيكافئها نيك وبيأكد لها أن نرتب معادي وحيخليها تقابل بنتها الأسبوع اللي جاي وبتبدأ شاما تتكلم في جلسات الاستماع وبتعترف إنها مدمنة ومحتاجة تتعالج ودي بداية الطريق للعلاج الفعلي فعلاً إن المريض يعرف إنه مريض ومحتاج تدخل وبيعد الأسبوع وبتروح علشان تقابل بنتها بمنتهى الشغف وأول ما ليندا بتشوفها بتجري عليها وبيحضنوا بعضهم الاتنين وبيعياتوا على كل اللي حصل لهم ولما بتخلص شاما معاها وبتركب الأوتوبيس علشان ترجع المحطة بيبقى مزاجها رايق لإنها حست للمرة الأولى إنها بتعمل الحاجة الصح وفي النهاية حبي نأكد على ضرورة استشارة متخصصين لو حسيت إن عندك أي نوع من الإدمان الضار لإن الإدمان قادر إنه يخلي العالم كله مختفي بالنسبة لك وبكده بيمتهى فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم